الحقيقة فيه يعني متابعتنا المستمرة لما يحدث داخل النادي الاهلي جاءنا يعني خبر من داخل النادي الاهلي الخطيب كابتن محمود الخطيب يضع النقاط فوق الحروف مع المدير الفني لكرة طائرة رجال حضركم عارفين ان كأس مصر ان شاء الله يبقى يوم 27-28 ابريل القادم مباريتين وراء بعد وممكن يكون فيه مباراة تلتة يوم 29 لو احتكمنا لمباراة ثالثة فأكيد هذا الاجتماع في نطاق التنصيق طبعا مع كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني كابتن محمود الخطيب يضع النقاط فوق الحروف مع المدير الفني لكرة طائرة رجال عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا ظهر اليوم مع محمد مصلحي المدير الفني للفريق الاول لكرة طائرة رجال في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ناقش رئيس النادي اسباب اخفاق الفريق الاول لكرة طائرة وخسارته لبطولة الدوري هذا الموسم بالرغم من توفير كافة احتياجاته وتدعيمه بعناصر متميزة وفقا لرؤية المدير الفني ورفض الكابتن محمود الخطيب تقليص تموح الفريق في الفوز بكأس السوبر والبطولة العربية فقط وطلب من المسلح تقديم تقرير شامل وعاجل بكافة النواحي المتعلقة بالفريق وفي ذات الوقت طلب من الكابتن خالد العودي ما يخص الجوانب الإدارية ووجه الشؤون القانونية بضرورة الانتهاء من التقرير الخاصة ببعض العناصر في منظومة الفريق وقام الكابتن محمود الخطيب بعرض كل التفاصيل على مجلس الإدارة في اجتماع اليوم وفوض المجلس رئيس النادي في الملفة كاملا ومناقشة التقارير المطلوبة واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانجازات الكبيرة للفريق على كافة المستوية إن شاء الله كل التوفيق لفريق كرة الطائرة وأكيد كابتن محمود الخطيب بيتابع شؤون النادي وكل الفرق الرياضية باستمرار